قصة الرجل الذي غفر الله له بسبب كلب بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجة في فيديو جديد كان يا مكان والقصة في البخاري كان يا مكان رجل يمشي في الطريق فكان في حالة عطس شديد 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 الحمد لله هو ماشي واجد بقر بس يبدون البقر ده ما فيهوش زي دلو او شيء يقدر ياخد بالمياه لازم عشان يشرب حينزل البقر يشرب ويطلع تاني طبعا هو عشان فنزل البقر والشرب وخرج بقى الحمد لله يعني ازال هذا العطش وهو خارج او بعد ما خرج لواجهة كلب يلهثه من العطش طبعا انتم عارفين الكلمة بيعرقش فبيعوض العرق ده باللهاث لكن بيلهث من العطش يأكل الثرى من العطش الثرى اللي هو التراب المبلول يعني بيأكلوا التراب عسى ان اي بلل بتاع التراب ده يدخل ريق يعني جوفه يبلل ريقه شوية فحطه الشديد شديد طبعا ده كلب يعني خلاص يا عم سلامه عليكم المهم انا اشرب لكن الراجل ده الرحمة اتحركت في قلبه بس احنا عندنا مشكلة طب انا حنزل اشرب ماشي لكن الكلب حنزل اجيب الماء ازاي اجيب الماء ازاي مفيش حاجة اجيب بها الماء فقام الرجل ونزل البئر وخلع خفاه يعني الجزمة بتاعته وملأها بالماء طب هطلع ازاي ما انا مضطر استخدم ايدي ورجلي عشان اطلع البئر اطلع تاني وامسك الحذاء او الخفة بفمه طبعا بقى الحذاء رحته وحشة مش وحشة هو الراجل عنده اسرار انه يطعم او يسقي هذا الكلب تعب تعب شديد وده كلب يعني مش بني ادم حتى ولكن عنده رحمة 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 خلته يعني يستسهل ان العمل ده يكون او يستسهل هذا العمل فقام وطلع ومسك الحذاء بفمه واسقى الكلب فغف فشكر الله له فغفر له فدخل الجنة يبقى الموضوع ده يا اخوانا نستفيد منه ثلاث حاجات اول حاجة لا تستهين باي عمل بتقولش ده انا انسان يعني اجت على دي مش هعمل لا يعمل يعني قدامك باب خير اعمله ما تقفلش كل الابواب اللي بينك وبين ربنا ممكن يكون ده الباب اللي دخلك الجنة ده اللي بنستفيده من هدي القصص النبوية قصص حقيقية نبي حكاهن عشان نستفيد منها فقوعى تقول ده انا وحش ده انا وبصليش ده انا مش عارفه ده انا بفعل والخير اللي قدامك ده اصل يعني ربنا هتقبل اه يتقبل ويدخلك الجنة ان شاء الله خلي عندك مبدأ مش هستهين باي عمل لو بعمل عشر حاجات غلط وحعمل حاجة صح وممكن دي اللي توزن معي وممكن دي اللي تخلي ربنا يتوب عليك اتنين استثمر الرحمة في قلبك قوعى تكتي من الرحمة اللي في القلب دي استثمرها وزودها لو حد تري عليك اللي انت بتجيب لانشن للقطط وتأكلها سيبك منهم انت صح لو بيتلاقي ولد صغير وتططب عليه وتجيب له هدية والرجل يقول لك صاحبك يقول لك يا ابن انشف شوية انت ملك مية عليك كده انت مش وانت عندك رحمة في قلبك لو بشوف خناها خايف الاتنين يمسكوا ببعض ويموتوا ببعض ويقطعه دون بعض فبتتدخل رحمة بالناس دي تتأذي استمر في ذلك الرحمة دي شي جميل جدا يا راجل دي امرأة دخلت امرأة بس المرة دي بقى برضو ساءت كلبه وشربته بس المرة دي امرأة بغي يعني بتشتغل فيه شغالة فيه بتاخد فلوس على الزنا عشان بس لو واحدة محجابة ممكن تكون شافت واحدة متبرجة بتقرأ قرآن في رمضان فتبص لك كده ينفع الكلام ده اه هي غلطت في التبرج لكن ممكن رحمة تكون لها رحمة في قلبها تخليها اعلى درجة منك عند ربنا الرحمة ده شي عظيم طيب ده مش اقرار على التبرج بس سوعة تحتقر حد ممكن تكون ليه مقام عند الله عز وجل فالرحمة دي مهمة دي اللي دخلت المرأة للجنة وده اللي دخلت الرجل النهاردة للجنة عنده رحمة في قلبه وممكن راحت ملتزم وا 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 لكن قاسي جدا بتلاقي الناس بتمطلوا ما يبعيادش حتى لا عيط العيط دي يعكس ما في القلب من الرحمة انما مش شطارة اللي انا ما بعيادش لما حد يمطل اصلا أنا صابر لا انت تعيط وتصبر وترضى العين بتتدمع والقلب راضي انما العين بتدمع والقلب راضي دي درجة اقل عايزيني الرحمة مع الرضا تلاتة الرفق بالحيوان الحيوان بقى مخدود ده باب يا اخوان الاسلام جعل الرفق بالحيوان باب من ابواب دخول الجنة الناس اللي تقولك بقى الاسلام دين شديد ودين مش عارفة الرفق بالحيوان مفيش اعلم اللي انا اقولك رفقك بالحيوان يدخل الجنة ياريت في بند المحاسبة كده اللي انت بتحاسب نفسك عليها تحط كده بند الرفق بالحيوان حالك ما الحيوان ايه عملت ايه للحيوان على اللي ما تقزهوش في ناس كده مزاجها تروح ايه ضربها الكلب بالطوبة هو ماشي هو كده مزاجه كده يرخم على الحيوانات تقولك دي حيوانات ويشد القطة ويضايقها وبتاع لا في بقى واحد على الاقل مش بيحسن ما بيقزيش لأ لأ العمر ما ازيكي عمري ما عدي من ناحية التانية علشان ما تتخضيش يا قطة او يا حيوان او 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 لاني انا بتقرب الى الله بالرفق مع الحيوان وده من مآثر ومحاسن الدين الاسلامي دعم الفيديو بشير والله كومنت شرا في القناة شوف كل مرة الجاية والسلام عليكم